بينضمننا الآن زميلنا العزيز محمد الباز ونتعرف منه بقى على أرقام مديامة الغاني اللي هو مجهول بالنسبة لنا النهار دي سأل خير يا محمد نور سأل فؤل لك أبتلاي بنزع حضرتك إيه الأخبار نهار كله تمام الحمد لله الفرقة دي مجهولة بالنسبة لنا خالب مش عارفين عنه يا حي ده صحيح يعني حاولنا على قد ما نقدر نبص على أرقام مديامة ومشواره سواء كان على الصعيد المحلي أو الصعيد الأفريقي يعني حابين نقول أن الفريق متوسط في بعض النقاط الفنية زي على سبيل المثال مثلا النواحي الهجومية عندهم لا يمتاز بأرقام قوية مكرنة بفرق الدوري هذا العام حتى على الصعيد الأفريقي برضو الأربع ماتشاط اللي لعبهم ما كانش ماتشاط قوية أرقام مش قوية قوي عشان كده عايزين نبدأ سريعا هو آخر خمس مباريات في الدوري الغاني كان فيه يعني بنتكلم فيه اتنين فوز وبنتكلم في اتنين خسارة واحد تعادل يعني متكلم في الست مباريات الأخيرة كان عنده شوية مشاكل الخسائر عنده كتير جدا يعني حتى ببسط أوسع شوية في الست مباريات عنده تلت خسائر بعدين اتنين فوز في النص يعني الخسائر متكررة بالزبط المستوى دايما متزبز خلينا نبص كده سريعا على أرقام الفريق مديامة في الدوري هذا العام لعب حتى الآن يا كابتن أيمن 11 مباراة فيه خمسة فوز وخمسة خسارة وتعادل حتى الفوز والخسارة برضو فيه تزبز وبدأ مشوارة بعض زباب نقول الأهداف المحرصة طبعا أحرز 11 هدف والأهداف المستقبلة 12 هدف يعني عنده مشاكل على النواحي الدفاعية بشكل كبير جدا وحنعرضها بالحالات ونخش فيها الهداف المتوقعة كان ممكن يحرز طبعا 1.7 ده بتكلم فيه بتقرب من اتنين بتقرب من هدفين مزبوط الأهداف المستقبلة المتوقعة يعني كان ممكن يدخل فيه أربع أهداف وده منتكلم دلوقتي ده بالمباراة يعني تما تعدل هو دلوقتي استقبل 12 هدف فهنا معدلات بالنسبة للأهداف المتوقعة في ناحية التسجيل حتى من 11 هدف يعني معدل هدف في كل المباراة وبالنسبة للأهداف المستقبلة المتوقعة كـ XCG للأهداف المستقبلة لا فريق ضعيف دفاعيا عنده مشاكل في خط الدفاع بشكل كبير جدا بيستقبل أهداف كسيرة جدا وتزبزب على مستوى النتائج بشكل كبير جدا نحظر الوحيد كان العام الماضي لقب الدوري ودلوقتي بلعب في بطولة أفريقيا عايزين بقى سريعا نبص على الأرقام ديت على أرض الملعب قلنا ان هو عنده مشاكل في خط الدفاع خلينا نبدأ بقى الأول بطريقة اللعب بتاعتهم والفرميش هم دايما ركبتين ايمن في معظم الماتشاط الكوية بلعب زي ما احنا شايفين كده بلعب بخمسة أربعة واحد بيقفل دفاعاته بشكل كويس ولكن بلعب بقى اعتمادا على الأجنحة بطير الباكات مماضه الراجل الجناح الباك الشمال واللاعب ناحية تانية بتكلم فيه أمر الدين مماضه ده الباك اليمين اللي هو رقم أربعة كابتين ايمن والناحية التانية طبعا الراجل اللي اسمه حميده وفاته ده لعب دولي برضو عندهم تلات أربع لعبين دولين بلعبه في منتخب غانا مشاركوش بشكل كبير ولكن هو دايما الاعتماد ان هو بيطير الباكات بيلعب زي ما فينا بنقول بشكلين شكل دايما لإما خمسة أربعة واحد لإما الشكل التاني في الصورة التانية برضو بيلعب بثلاتة وراء وخمسة وطبعا بس هو خارج ملعبه بيلعب بنفس الاسلوب بنفس الاسلوب لكن خارج ملعبه دايما بيقفل بالشكل دوت وداخل ملعبه أثناء المباراة بلاقيه في بعض الأوقات بلعب أربعة اتنين تلاتة واحد بيلعب برضو أربعة تلاتة تلاتة ولكن النسب يعني برسنتي تقدر تقول مثلا عشر دقائق ربع ساعة ويبدأ يرجع للشكل الطبيعي ده في حالة عدم إحيازة الكورة دايما بنشوفه بالشكل اللي هو لإما خمسة أربعة واحد لإما زي ما هنشوفين كده كابتن أميان تلاتة خمسة اتنين بيبدأ يقفل زي ما بيقوله بيعتمد على تطيير الباكات عنده بيبدأ الاتنين اللي تحت دول دايما اللي هما السرد بكات أبد اللهي مثلا أو أسماء هما دايما اللي بيعملوا البلد أب من الخلف ويبدأ طبعا سواق دوت طبعا المهاجم بتاحهم وده الأحرص أربع هداف حتى الآن في الدورة وجايب هدفين فيه بطولة أفريقيا الراجل ده دايما بينزل بيخش الجناح الأماك ودوت داكم أربعة برضو زي ما قلنا باك بيخش يدوم كمهاجم تاني طريقة اللعبة بتاعتهم حنتكلم فيه خلينا نبدأ بقى بالمشاكل الدفاعية أخطر مشكلة عندهم اللي هو الاندفاع الاندفاع الهجومي بيزيدوا بشكل بيعملوا زيادة عددية بشكل كبير جدا واللي بيحصل بقى كابتن أيمن لما بتضغط عليهم بدغط شرس بتقطع كرة ببعندهم خط الدفاع مكشوف بشكل كبير الهجمات المرتدة عليهم شكلها مرعب يعني دلوقتي الكرة كانت في حالة الحياة معهم ده قطع الكرة الفريق المنافس حنشوف بقى نكمل حنشوف لعبها ازاي بقى في ظهر مفيش حد خلاص راح يعني الصورة الكادر كده كان فاضي شوارع وراء وده أول شكل بنتكلم على الهجمات المرتدة عليهم هم بيدفعوا بشكل كبير جدا كن من ناحية الهجومية وتلاقي بقى نكمل الصور هتلاقي أكتر من حالة بهذا الشكل في الهجمات المرتدة يعني نبدأ نعرض نكمل الحالات هتلاقي نفس الشكل يعني دايما بيجوا ان هم بيلعبوا اللعب المباشر على فكرة ما بيلعبوش لونج بول بشكل كبير جدا تبكى للأرقام مثلا يعني خلينا نبص دي كده كده كرة سابتة اللاعب اللي هو هنا بيلعب كرة سابتة بيرجحها على خط الجزاء لواحد جاي من الخلف عشان يسدد شوف بقى اللي حصل نكمل الضغط الفريق المنافس مع أنه يعني لو بقدنا عدد أعداد العدد طبعا اللعبين جوه نقف بقى هنا نبص على العدد اللعبين هنا كابتن أيمن بنيامة في منطقة الجزاء الخصب بيتكلم في سبعة تمال لعبين كلم تمانية ووادي التاسع ووادي التاسع بيستلم الكرة الضغط عليه ضغط قوي جدا خطفت على طول يعني هما بيخسروا خسارة الكرة عندهم شكلها كبير جدا وضعيف جدا في عملية الاستحواز على الكور هنا الضغط راحوا بقى دلوقتي بقى ثلاثة على واحد ده شكل تاني للهجم المرتد اللي إنه عندهم من دفاع بشكل كبير جدا الملعب نوع يبدأ يوزع على الأجنب وخاصة ناحية الشمال عشان يطير البكات هنا الضغط ضغط عليه خد الكرة نكمل بقى هتلاقي برضو شوارع الكرة تردت بصك هتلاقي من ناحية الشمال ناحيتي هتلاقي هنا لعب هنا من الفرين المنافس لوحده تماما يعني إنه فيه اتنين هوت وفيه واحد بيجري في العمق وفيه واحد ناحية الشمال عندنا هنا تحت ملعب واسع تماما ده يعني هجوم بعشوائية تعني الكلام بقى الشكل الهجومي يقال إنه هم بلعبوا لونج بول أنا بقول لحضرتك لا تبكى للأرقام هم من أقل الفرة من أقل خمس فرة في الدور الغاني بلعب لونج بول أو الكرات الطويل ليه دايما بلعبوا اللعب المباشر وبيلعب بيعمل الاختراكات من العمق بص هنا الصورة ديت بيعبوها بشكل كويس جدا في حالة مثلا سرحان من الدفاع الخص بتتلعب الكرة زي بنتريشن كده من العمق اتلعبت في ظهر المدافعين هم اللي لابسين اللون اللي هو الأخضر ده وقت على فكرة في المبارادة مش الموف يعني اتلعبت الكرة في الدار وراحت على طول يعني لا سواني سوري ده ده نحن نتكلم لسه برضو في مشاكل خط الدفاع هم الموف هنا في الصورة دي بالضبط هم الموف هنا بص التمركز وده سرو بس هيتلعب في الروس ده سرو بس نفس الكلام عندهم في الخط الدفاع عندهم طبعا في مشاكل زي ما قولي حدتك ما بيزيده ده نفس الكلام شكل تاني يعني حنكمل حنكمل ده شوفها كابتن ايمن هنا في نص الملعب بص ناحية اليمين الراجل ده والراجل اللي بيزيد في النص ورا الاتنين المدافعين اللي هم هم بقى اللابسين أصفر المرة دي في شوارع ورا في مساحة كبيرة جدا وده برضو هجمة مرتدة رجع بها الفريق المنافس اتلعبت لو نكمل خلاص الارتداد ضعيف جدا حتى لما بمسكوا الكرة عايزين يزيدوا كهاجمة مرتدة تحولات عندهم هما من الحالة الدفاعية الحالة الجمية دايما عشوائي مش بيعملوا بشكل منظف في مساحات كبيرة جدا ممكن نذي الله يلعب فيها يستغلها بشكل كبير جدا ده اللي احنا عرضنا الشكل بقى الهجومي عندهم يعني خلاص دي ده الشكل الهجومي نقف بقى ده ده بيلعبوا الكرة المباشرة بيلعبوا دايما الاختراقات دايما ده ده سروب باس او اللعبة رفعت من بنتريشا من من العمق هنكمل المهاجم طبعا السواء ده هو جات على رأسه على الفكرة وكملت واصبحت هدف نفس الكلام ده شكل تاني في مباراة اخرى بيعملوا برضو الاختراقات من العمق بيلعبوا الباسات سواء كان على الارض او المرتفعة اللي شفناها في السورة القبل كده هنكمل هتلاقي برضو ظاهر في الكاد راجل اتحرك بشكل كويس جدا وراح انفراد على الماما واحرز هدف ده زي ما اقول لحضرتك ارقامهم متوسطة في بعض النقاط الهجومية وضعيفة جدا في الناحية الدفاعية في اخر مباراليهم خسروا من كتوكه واحد سفر مزبوط يعني نتكلم عندهم خسائر كبيرة مستوى متزبذب بشكل كبير جدا خط خط الدفاع زي ما بنشوف كده الهجم المرتدة جبت لحضرتك 3-4 ماتشاط كلهم بشبه بعض في انت استغل الهجم اضغط عليهم تقطع الكورة وان انت هتلاقي شوارع ورا نقدر نلعب عليها بشكل كويس جدا النقطة القوة عندهم هم بلعبوا السروباس بلعبوا دايما في العمق ما بيعتمدوش شك كبير على اللونج بول زي ما قلنا من اسوأ الفرق في مقارنة بالفرق بالارقام في الدوري الغاني من ناحية طبعا انخسارة الكورة زي ما قلنا شفنا كده الضغط عليهم تخسر الكورة في اي مكان في الملعب تنظيم دفاعي سيء وهجمات عشوائية بالزبط ما فيش اي توازن ما بين الخط الفاع او الهجوم للأسف يعني وده الارقام شفناها ارقام متوسطة وضعيفة على بعض نتمنى النادي الاهلي ان شاء الله يستغل الكلام دوت لسالحه بإذن الله ونطلع بننتجة اجابية كبيرة قبل التوقف احنا كنا بنقول مع حضرتك كان عندنا ارقام مرعبة من ناحية الهجومية بشكل كبير جد نتكلم في الدوري خمس مباريات اتناشر هدف نتكلم اكسي جي عالي جدا ان كانوا نوصل لأربعة عشر هدف حتى في بطولة افريقيا في الاربع ماتشات اللي لعبناها او سوريا الماتشين اللي لعبناهم هسان جورج عندنا يعني عايز اقول لحضرتك ان احنا حدثنا السوبر الافريقي اللي احنا خرجنا منه اربع ماتشات بتلت اهداف احنا احرزنا تلت اهداف وده كان اضعف نسبة تهديفية ولكن الاربع ماتشات كان المفروض توصل لعشر اهداف ان انت عشر اهداف مؤقدة بنوصل تمريرات مفتاحية اتنين اسست واحد وثلاثين تمريرة مفتاحية بتوديك على المرمى لا ارقامنا مرعبة من ناحية الهجومية ان شاء الله نشوفوا الايجابية